اشتركوا في القناة 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 وكلما كانت الامور مساوية للجميع القانون يطبق على الجميع بزيد شي بروح اكتر لان طبيعة الانسانية طيبة بروح اكتر على العدالة الاصلاحية العدالة التي تصحح الخطأ مش بس تنتقم من المرتكب ليش بدي احكي عن الوساطة لانه الوساطة مثل ما قالت هي جزء من جايب المجيء بالعدالة نحو الاصلاح والانتقال من البغض الى يمكن التعاون او الى ما نتعاطى خيه مع بعضنا ما نضلع الانين بهالدوية مثل الانتقام الوساطة مش بس الوسيط الدارس الوساطة فيه طبعا عنا بثقافتنا الشرقية غيدا الوساطة شي عنا ايه من جدودنا يعني بيجوا بروحوا لعند الشيخ او كبير العيلة بروحوا لعنده لما بتقزم كتير المشكل من روح لعنده بعدها بمناطق كتير من العالم العربي تطبق شيخ القبيلة المختار المختار يعني فيها الشخصية العاقلة يلي ممكن تاخده تاعته نحنا بايامنا العادية حتى نحنا كافراد كتير اوقات بلا ما ننتبه من كنا عم نلعب دور الوسيط مع ولادنا اوقات منلعب دور الوسيط إذا هلنا عم يتخانقوا مش صايرة معي ما بيقولوا قاضي الولاد ده شنق حالوا لمعتاد شنق حالوا اوقات منلعب دور الوسيط مع زملاء لقلنا منشوفهم انه كتير مقزمة معهم وما بدنا تقزم هالقد هلأ يعني اصحاب حتى من يعني طبعا اصحابنا بيشغلنا عالطريق شفنا اتنين عم يتخانقوا موقفين السير ينزل حدا بيبلش يروي هل هي وساطة أم لا أو أمتين بتدخل للوساطة عم بعيت على مرته قدامي عندي ميول يخيي هاي هايدي أمور خاصة أو مرعب تبهد الجوزة قدامي هايدي شي خاص خليني انسحب أنا ما خاصني شو بدي بهالشغل يصف له هني بطيخي كسر بعضه عندي هالميول انه أنا ما اتدخل بالأمور الخاصة إنما القيام بالوساطة هو عمل نبيل حتى لو لم يطلب مني ذلك على شرط ما في يفوت قول اتنينيتكن عليكم حق او اتنينيتكن مع معكم حق فتت محكم الوساطة هي بدي اسأل حالي طب أنا ليه بدي اتدخل ليه عم بتدخل شو هدفي هدفي انه خلص نشتري وقت المشكل نخلص مننا هالقصة بقى معايد التعرف تخلص ولا هدفي ساعدهم يليقوا انه عندهم كتير قصص متل بعضهم لما منتخانق منصير نصرخ لانه بحبه كتير هالمثال لانه بيكون قلوبنا بعده عن بعضهم حتى لو وجي بوجيك بصير صرخ عليك لو يتصرخ عليك لان قلبي وقلبك هلقدي بعده عن بعضهم بينما نفس البعد المسافة بيني وبينك اذا احنا بتفقين فينا نواشخش وتسمعيني لانه القلوب بتكون قريبة عبعده فاذا انا فيتي كوسيط لا انه انا عندي الحال هاي مش وساطة اذا فيتي كوسيط لساعدهم ينزلوا طبقة الستراسي اللي هن فيها لانه انا قدر اسمع وجه هيدا ووجه هيدا وبقدر ساعد انه سمعهم لبعضهم ساعتها ايه بفوت على الوساطة يعني لما بكون انا بين اتنين عم بيتخانقوا بسمع انه غيدا مزعوجة من هيدا الشي من تانيا وقالت كيف عرفت كيف عرفت لانه سمعت لغيدا هي وعم بتصرخ لالتانيا مش عم تسمع لتانيا مركزة عوجه وغيدا مركزة عوجه وغيدا لما عم بتصرخ عم بتقول انا مضيق منك من هيدا الشي تانيا انا مزعوجة من تانيا انا مزعوجة من تانيا انا مبحب صوتها مبحب صحبتها ما بدي إيها قالتها تانية ما سمعتها تانية مش قادرة تسمع ما بتسمع شي ما هي ما بترضع حدا شفت شفت ما تحكي لحال حبيبتي تاوي حياتي إذن إذا أنت صرخت هيدا الشي تانية ما قبيلك مركزة عوجها أنا اللي مش طايقة هيدا الشي مش عم تسمع أنه أنت في بس هيدا الأمر وهيدا الأمر صوتها وعشرتها يا خي تنقول عم نحكي اللي ني أنه بس تانية مش قادرة تسمع بس أنا الواسية سمعت أنا سمعت أنه غيدا قالت مش مزعوجة من تانية ككائن مزعوجة من صوتها لتانية أقول لأنه عالي هو في أحلى من صوتها تانية في في أحرام إذا أنا قادرة أسمع سمعت وجهة على غيدا أول شي بعمله أنت مزعوجة من صوتها لما بيعلى لتانية شو عملت عملت إعادة سياغة للي أنت صرخته بجمل يمكن قلت معها ما 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 طوشتنا ما ما بتطوشنك لنهار أنت أبتعطي يمكن كلمات حول المساج الأساسي فيها تزعج على تانية أو تبين مزعجة بس أنت مساجك الأساسي هون أنت بزعجة مظبوط لو بتردع لهم أكيد بزعج لم يعد يا حرام أجيدهم ودايماً على التفليس بطلع لهم فأكيد بزعج لعيليك شي ماري قالي له أربحت مئة دولار ياريت شو حلو طيب طرحك ياريت ما خليوني الشرة كمان ما يسمعي خلوني أدفع على إذا إذا سمعت هالوجع يلي عندي وقعدت سياغة ما قلتيه وبنضف منه يلي أنت قلتيهن الزيادة على تعصيبك تنزعجي لما بيطلع صوتها تانية ردت فعلك الطبيعية هي أنه خيحة أسمعني ترح تقولي لي ولك إيه إيه أنه خيحة فهمت علي هاي دي ردة الفعل دايماً بتصير لما بيكون في شخص تالت هالوجود الشخص التالت بيخفص من وطقة الأذى بالمشكل فأنا بنتقل لعند تانية تنقول وبقل لها تانية اللي عم بتقوله مش إنه بتكرهه كل الوقت اللي عم بتقوله غيدا إنه لما بيطلع صوتك هيدا الشي بيزعجها تانية هون شو صار صرت أنا بساج صرت يعني رح يتطلعوا إيه بسوفكتوا تنيناتهم علي يعني رح يخف وطيرة النزاع الآس الجيرح بين بعضهم رح سير مثل الشاهد أنا أنا شاهدة على كلامة وشاهدة على كلامة فرح تقول لي تانية شو بعمل لها أنا إذا بتنزعج من صوتك ما قالها غير سبطلعها من الأودة إذا هي مش موجودة بعدني مكملة أنا بتقولها لي تابس وين صرت صرت عم بوجه كلامة للتالت لأن أنت بحاجة للتالت بلا ما تدري وأنا وطانية بحاجة للشخص التالت بلا ما تدري اللي هو الشاهد فإذا الوسيط هون بلش يكسر الجليد تبع السترس يلي فيه يكون يوصل لو انتركوا لحالهم بيقدر يوصل لدرجات لا رجوع عنا من العنف بالكلام بالتجريح تارفي كلنا عنا لإدراء أنه نجرح على الآخر لما منكون مزعجين فإذا هالوسيط التالت يلي فيت بلا ما حدا يطلب منه ويلي تدخل لأنه حس أنه بقدر يسمع لتنين دوره رح يصير أساسي مش معناته أكيد أنه نحل المشكل هلأ مش معناته أكيد أنه رح يساعدهم رح يقشعوا طرقاتهم ويلتقوا عليها بس الأكيد أنه ردهم لمكان من النزاع عليه شاهد تالت محفوظة صورته محفوظة صورة تانية بعقلة لغيدة ومحفوظة صورة تانية بعقلة لغيدة وماشيين على طريق فيها على الأرجح توصل لأنها لحل لأنها يردت تنين مهم ما يكون في ضرب لو بس يفوت واحد بمشكل في ضرب هو بيأكل نص الأتلة ما هيك ما شفت بيأكل معتر نص الأتلة والمهم كمان أنه الوسيط غير الرفورمولاسيون أو إعادة صياغة ما أسمع مع تنظيف يلي بيزعج يعني معناته أنت بالنسبة لأقلك للي الآن بالمشكل خايفي حدا عم بيسمعني وأكتر شي نحن بحاجة لأقله بس نكون بنزاعه وأنه حدا يسمعلي صح لما بلاقي هيدا الشخص يلي قادر يسمعلي موجود ما بتتخيالي قديش من جوه برتاح فإذن أنا أول شي بدي برهن لما بعيد صياغة الجمل أنه أنا عم بفهمك أنه أنا عم بصغيلك من كل كيانة عم بصغيلك ممنوع حلل كوسيط ممنوع قول ايه يعني هو الصوت العالي أو قاتب يزعج هيدا فت عم بعطي رأيه كوسيط مش محل خليني يكون هالقنات يلي عم بيقطعوا منه يعني كيف الفيلتر بيفوت لهون تنقول شي بيخفف مفروض وطقة المشكلة بيتفلتر هون بيطلع لهون ونفس الطريق خليني فقط الفيلتر والأهم شي أهم شي أهم شي لما بكون عم بتواسط بأزمة هي أنه حسسهم قديش أنا متعاطفة مع اثنين بدي أوقات حارب ميولة طبيعية أنه حس أنه خي في حدا عنده حل معه حق أكتر أنه أنا ميالي أكتر لموقف تاني أو أنا ميالي أكتر لموقف غيدة إذا بدي أكمل كون جسر بين اثنين من المهم جدا 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 أنه اطلع من هالفكرة طلعها من رأسي يا تانيا سماعي الحاجة اللي مخبية تحتها لتانيا حتى لو أنت ميالي أكتر لغيدة هاي لقلي بس تانيا منش الريرة تانيا في شي جويتها محركة يمكن كلماتها عم تقذي أكتر من كلمات غيدة أنا مرتاحة لكلام غيدة المنطقي عبيش بها منطقي أكتر بس في منطق عندي أنا من قريبة منه خليني جرب افهمه لما بذكر حالي بهالأمور بدل عم بلعب دور القناة والوسيد وبقدر ساعد ليوصلوا ينحطوا على سكة يقشعوا أوقات بيوصلوا طيب يا أختي خلاص أنا بس عبيلي صرخ رح أطلع من الأوضة أو تابيع أختي طيب إذا الطرفين المتخصمين رفضوا تدخل الشخص الأوقات كثير بتصير شو بتصير انت ما دخلك وانت ما دخلك مثلا اتنيناتهم قالوا نفس الشي وقالوا للشخص اللي عم يكون وسيد انه انت ما تتعاطى شكرا عن السؤال لأنه لأنه بالفعل بتصير كثير وعلى من الصعب جدا ليش بقولوا لما تتدخل للشخص التالت لأنه من الصعب جدا نتقبل انه حدا جاي ينظر ينظر لسبب كرامتي أنا بتقلي عادة انه خيش بدي بها الشغلة خلص ما بالدنياني ما بتخي يكسر بعضه إجمالا بس إذا نيته برجاء عن نية إذا نيته عن جد عن جد ابني شايف نشيلها الوجع اللي شايفته عند اتنين بقاوم كرامتي وبنزل بنزل بالإيجو تبعي تخلي الإيجو ينام وبجرب أعمل إعادة صياغة لحدة من اتنين أو لتنين إرجاء إعادة صياغة بصوت هيد بصوت مش ليكي مش هيك قلت لا عرفت كير بدي الإيجو تبعي يخليه نايم شيله بدي إدعس على الكرام اللي بتقلي يا أخت زيحي من الشر وغنيله ما إليك خصة فيهم إذا نيته هي المحبة لتنين إذا نيته إذا الإم إذا بتشوفه ليدها عم بيتخانقه وقالوا لا هيدا ما خصك شباب صبايا ما خصك هيدا بيناتنا وإذا شايف إنه اتنين موجوعين رح تتراجع على الإن رح تضل تتدخل شيء ققم أبو ليش لأنه من محبة لتنين من خوفها على اتنين ومن غيرتها على مصلحة اتنين شيء ققم أبو رح تجرب إنه تقرب بيناتهم حتى لو قالوا لا لا نفس الشي بصير بعمل أي وساطة إذا عن جد من طلق من محبة من تعاطف مع اتنين ومن إمكانية إصغاء لوجع اتنين إذا هيك ساعتها بدع ساعة كرامة اللي عم بتقلي زيحي اللي قالولي مخصيك وبجرب بطريقة كتير لبقى وكتير من تحت فهمهم إنه عم بسمع على اتنين لأنه لحظة الديكليك اللي بيعملوه بيلاحظوا إنه عم بصغيلهم رح ينسوا إنه قالولي بس إذا ما نحكي عن شخص ما له علاقة يعني بعيد أكتر وعنده شخص يمكن أقرب من الشخص الآخر هون اتنين على نفس المساحة إذا كانوا أولادهم مزبوط ما في مجال واحد بس في واحد وقت ممكن يكون أقرب من الثاني يمكن الثاني ما في معرفة كتير قوية أو إنه أبعد منه مزبوط كيف كمين بدأ تصيرهم لما أنا قريب أكتر من شخص عن الثاني الثاني يعني أنا بدي إذا ما أنا قادرة أصغي للي أنا أبعد عني عم بصغي فقط وفهمته لهيدا عم جرب معه هيدا الشخص فسر لهيدا إذا أنا فتت طرف طرف عم بيحاول يحكي إذا بطلنا وساطة مش معناتها إنه غلط فيه يمكن تزبط بس الوساطة إمكانيات إنه تنجح أكتر فيه يكون فيتي أنا أصلا لأنه ميلي أكتر لهيدا الشخص اللي أنا بعرف واللي خايفي عم أصلحته وفجأة ويا ما بتصير معنا اسمع لوجهة نظر الآخر وليه إنه يا خي لأ في هيد النقطة لأ بسمعه حق هوني بيعمل ديكليك عندي أنا لبطل أربيتراج وطرف ارجع وسيط صح ارجع على الحياة ارجع إيه هيدا الكنال هيدا الفيلتر لأنه بحبك قد الدني وبس هوني عم بيحكيني شي فهمت شور واجعه إذا أنت مش عم تقدر تسمعيه هيت لأقل لك أنا كيف سمعته إذا نرجعت على عمل الوساطة المهم دايما نرجع أسأل عن نيتي نيتي هل هي إذا فقط نيتي وقف حتى حدا أنا طرف فيه فوت نصير اثنين على واحد فيها تكون ايك إذا نيتي إنه ننهي المشكل فيها تكون أربيتراج خلصنا زيح ومش وقته هلأ أو إنت معك حق إنت ما معك حق يلا فلو إذا نيتي محبة وعن جد يوصلوا إنه يبنوا جسر ساعتها بكون فت بالوساطة ساعتها بقدر إلعب دورها الفيلتر يلي بده أنا أعمل مجهودة على حالي لأقدر طبقه مع الأفريقاء اللي بتكون متنازعة شو بتكون أحسن منها حلقة كاملة هيك يعني واحد عن جد لازم يتعلم مننا كل هالأمور اللي بتصادفنا بي حياتنا اليومية ومش واحد بيكون بعيد عننا إلا ما يطلع له هيك قصص بي حيال النهار ممكن يكون مارئ فيه رح نمشوفك نهار الثانية طبعا شكرا تانية رح نتابع محطتنا المفصلة مع الشف شادي بعد لحظات خليكن معنا اشتركوا في القناة